السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رحمة الراجة من اكاديمية بي برو تريدر. والتحليل الاسبوعي للسوق السعودي من يوم واحد وتلاتين اكتوبر حتى يوم اربعة نوفمبر. ان شاء الله يكون اسبوع موفق عليكم جميعا بازن الله. هنبتدي اول حاجة بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي. والمؤشر العام للسوق السعودي خلال تدولات الاسبوع الماضي. طبعا شفنا تراجع. هذه الاسبوع الماضي متراجع على اه حوالي مية وتمانين نقطة. يعني يا حوالي واحد ونص في المية اغلق عند مستويات الحداشر الف سبعمية تمانية وخمسين. لكن لما نزلنا اخر تحليل لنا على المؤشر قلنا ان المؤشر ممكن ينزل معنا للحداشر ستمائة سبعة وسبعين. ومنها يرجع تاني للصعود. وفعلا نزل يوم الخميس وصل للحداشر الف ستمائة سبعة وسبعين. وبدأ يرتد بشمع عكاسية ممتازة. فاتوقع ان ان شاء الله لو فضل السهم اه اه او المؤشر محافظ على الاغلاقات بتاعته اعلى الحداشر الف ستمائة سبعة وسبعين. اتوقع ان هو هيرجع تاني للحداشر الف تسعمية اربعة وستين. وفي حالة اختراق الحداشر الف تسعمية اربعة وستين. ممكن نشوف مستويات الاثناشر ستمائة اتنين وستين بإذن الله. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد بعض الاسهم اللي جاري اسئلة عليها. سواء على السناب شات او على التويتر. وبرضو يعني لو حضراتكم عندكم اي استفسار تقدروا تسيبولي كومنت اسفل الفيديو او تقدروا تتواصلوا معي على التويتر. ده البروفايل بتاعة التويتر بتاعه ده البروفايل بتاعة تقدر تعمل سيرج باليوزر نيم ده احمد ار متين عشرين ده شكل البروفايل بتاعي او على السناب شات ادي الكود بتاع السناب شات اهو. تقدر تعمل سكان للكود ده هيزهر لك البروفايل بتاع السناب شات على طول. ولو الكود في مشكلة برضو تقدر تعمل تصيرش بنفس الكود. وان شاء الله يعني نجاوب على اسئلة آآ والسفسارات حضراتكم على طول. كان من ضمن الاسهم اللي كان عليها اسئلة. عندنا سهم آآ بترو رابخ في قطاع الطاقة. سهم بترو رابخ طبعا تشوف نا الهبوط القوي اللي حصل عليه يوم الاربعة ويوم الخميس. يوم الاربعة حصل عليه هبوط آآ حوالي عشرة في المية عمل لمتدون مع اللي افتتاح على طول. يوم الخميس نزل برضو على فجوة فتح على فجوة سعرية هبطة. وبدأ يصعد معانا مرة تانية. ازاي? طيب احنا دلوقتي صعد من هنا ليه? من السبعة وعشرين خمسة وسبعين للتمانية وعشرين خمسة وتلاتين. لان دي منطقة طلب. كانت آآ منطقة عرض ولما تم اختراقها ما عمل لهاش اعادة اختبار. يعني هو اختراقها هنا يوم اربعتاشر عشرة. بعد ما اختراقها ما نزلتش اصلا عمل لها اعادة اختبار وبدأ يصعد بقوة. فهو دلوقتي نزل يعمل اعادة اختبار للمنطقة دي. وبدأنا نشوف ارتداد منها اهو. فانا متوقع ان لو السهم فضل محافظة على الاغلاقات بتاعته اعلى المنطقة الطلب اللي ما بين سبعة وعشرين خمسة وسبعين للتمانية وعشرين خمسة وتلاتين. لو فضل محافظة على الاغلاقات بتاعته اعلى للمنطقة دي. اتوقع ان شاء الله ان هو يوصل للتسعة وعشرين تمانية وسبعين. وفي حالة اختراقها نرجع تاني للواحد وتلاتين آآ تمانين للاتين وتلاتين تسعين بازن الله. وبعدين ممكن نوصل للقمة مرة تانية اللي هي اربعة وتلاتين خمسة وستين. ده بالنسبة للسهم بترو رابر. ننتقل للسهم التالي معنا. سهم آآ عندنا كيمانول. السهم كيمانول. سهم كيمانول برضو نزل من منطقة العرض اللي اشارنا لها سابقا ما بين التمانية وتلاتين تمانية وتمانين للتسعة وتلاتين اربعين. واشارنا اللي دي منطقة عرض قوية. نزل معنا السهم وصل لمنطقة الطلب مرة تانية وما دناش اي اشارة شفته لما ما بيزهرش اشارة بيبقى احتماليته الهبوط واردة جدا. فنزل معنا وكسر منطقة الطلب اللي قيمة بين خمسة وتلاتين ستة وتمانين للستة وتلاتين ستين. واغلق عند الخمسة وتلاتين خمسين. اغلق اسفل المنطقة دي. طيب انت دلوقتي متوقع ان هو هيوصل لحد فين? انا متوقع ان هو ينزل لحد هنا كده بالزبط لحد مستوى الاربعة وتلاتين تمانين. هيكون متوافق معنا مع عادة اختبار. الحد العلوي للقناة السعرية اللي تم اختراقها هنا. دي كانت القناة السعرية اهو سعدة. تم اختراقها. وبرضه ما عملهاش اعدة اختبار. فاتوقع ان هو ينزل يعمل اعدة اختبار للدعم ده. الدعم اللي عندي الاربعة وتلاتين تمانين. اه وهيكون متوافق معنا مع الاعدة اختبار للقناة السعرية. ومنها اتوقع لو ادينا اشارة يرجع تاني للصعود. لو ما فيش اشارة ممكن ينزل ويكسر القناة ويقفل تحتها. وينزل للتلاتة وتلاتين حداشر وممكن ان نوصل للتلاتين اربعين. للتلاتين خمسة وتسعين. ده بالنسبة لسهم كيما نقول. ننتقل لسهم بترو كيم. سهم بترو كيم برضو هبط معنا بقوة يوم الخميس الماضي. اه بمقدار حوالي اربعة ونص في المئة او ستة. اه ستة في المية. ستة في المية هبوط يوم الخميس. نزل مع نا للتمانية واربعين عشرة. اه متوقع ان هو هيوصل للمنطقة دي. يعني لسه قدامه شوية هبوط. للستة واربعين للسبعة واربعين اربعين دي منطقة الطلب بتاعتنا على سهم اه بترو كيم. ها هو. اتوقع ان المنطقة دي هتكون بداية ارتداد لسهم بترو كيم. شايفين هنا هي كانت منطقة عرض. تحولت لمنطقة طلب. طلع منها. اتوقع ان هو نازل تاني لمنطقة الطلب دي. وهيبتدي يصعد منها مرة تانية. هنشوف لو ادينا اشارة من هنا. اتوقع تكون فرصة كويسة للدخول على سهم بترو كيم. لو ما فيش اي اشارة على السهم. ممكن السهم يكسر معانا المنطقة. وينزل معانا للمنطقة اللي بعدها اللي هتكون ما بين الاتنين واربعين تلاتين للاربع واربعين. ومنها برضو دي هيكون في صعود ان شاء الله. برضو عندنا السهم هنا اعمل لنا. صعد. اهو. ادي الصعد بتاعنا. فاتوقع يعني اهو المنطقة الاولانية ما بين ستة واربعين للسبعة واربعين اربعين. دي هتكون متوافقة معانا مع الارتكاز على الصعد. فنشوف لو ارتكز معانا السهم على الصعد وادانا اشارة كويسة. وعلى منطقة الطلب وشوفنا اشارة كويسة تكون فرصة للدخول. هنستهدف فيها الخمسين ريال. ولو اختارك الخمسين ريال نرجع للتلاتة وخمسين ريال ان شاء الله. لكن لو لو قدر الله تم كسر المنطقة دي وكسر التريند الصعدة. يبقى زي ما قلنا هننزل المنطقة اللي بعدها عند التلاتة واربعين. الاتنين واربعين تلاتين للاربعة واربعين. ده بالنسبة لبيترو كيم. ننتقل لسهم سابق. سابق برضو اتكلمنا ان احنا عندنا نقطة مقاومة قوية عند المياه ستة وتلاتين الخمسين. ما قدرش يختاركها. شايفين? طلع يوم الثلات الماضي. اهو. طلع حاول يختارك. ما قدرش يوم الاربع نزل. يوم الخميس استكمل الهبوط. فمتوقع بنسبة كبيرة جدا. ممكن سهم سابق. ينزل معانا لحد المياه خمسة وعشرين للمياه ستة وعشرين ستين. ينزل معانا للمنطقة دي. ومنها هيبتدي الصعود مرة تانية. عندنا هنا برضو نقطة دعم قريبة. يعني اتوقع ان هو قريب منها جدا. عند المياه تمانية وعشرين عشرين. انا نشوف هيعمل ايه مع نقطة الدعم دي. ولكن بالنسبة لي النقطة الافضل في الشراء. يعني خلينا نحدد بطريقة اه اوضح شوية. او ادك شوية. من المياه اربعة وعشرين اربعين لحد المياه ستة وعشرين ستين. اهي. دي افضل المنطقة ممكن سهم سابق يطلع منها. المنطقة دي كده بالزبط. شايفين هنا كانت منطقة عرض طلع نزل تاني. هنا طلع نزل برضو نزلة بسيطة وبعدين هنا اهو اخترك وبعدين عمل عادة اختبار وبعدين استعد بك هو. فالمنطقة دي بالنسبة لي هي هتبقى افضل منطقة للشراء على سهم سابق. فانشوف اول لما السهم يوصل ليها هيحصل ايه? اتوقع ان شاء الله لو وصل للمنطقة دي هكون فرصة كويسة جدا على سهم سابق وكمان عندنا هنا ترند فرعي. اهو. اه دي الفرعي بتاعنا يعني تقريبا متوافق معنا مع نفس المنطقة. اهي مع منطقة الطلب بتاعتنا. وممكن كمان نقطة الدعم. فخلينا نشوف هيحصل ليه مع بداية الاسبوع اللي احنا كده كده مش هنشتري. غير لو ظهر اه معانا اشارة دخول كويسة من اه المنطقة دي او من الدعم ده والارتكاز على الترند. فهنشوف لو ادينا اشارة كويسة احنا كده كده نستنى لازم نستنى اغلاق يوم الحد لو اغلق كويس وباشارة كويسة ساعتها ممكن ندخل لو ما فيش اشارة يبقى احنا منتظرين اشارة للدخول على السهم. ده بالنسبة لسهم سابق. طيب الاهداف بتاعته هتبقى فين? لو ادينا اشارة. المية واحد وتلاتين عشرين وبعدين المية ستة وتلاتين خمسي. ننتقل للسهم التالي معانا سهم اللوجين. اه دي سهم اللوجين. سهم اللوجين معانا نزل وصل لمنطقة اللي اشارنا ليها يوم الاربع الماضي في الفيديو. وصل للاتنين وتلاتين اه اتنين وستين تلاتين للتلاتة والستين خمسين. دي منطقة الطلب بتاعتنا طبعا الاغلاق الاسبوعي سلبي جدا. اغلاق اسبوعي وحش جدا اهو. اه متوقع ان هو يعني نبص على الاغلاق الشهري كمان. اغلاق الشهري كمان مش كويس. بس عموما احنا في اتجاه صعد وفي القناة سعرية صعدة. اه طالما احنا اعلى الاتنين واتنين وستين تلاتين. طالما احنا اعلى منطقة الطلب اللي ما بين اتنين وستين تلاتين للتلاتة وستين خمسين. فاحنا في هنبتدي نقلق امتى لو تم كسر المنطقة دي? لو تم كسرها والاغلاق اسفلها ساعتها هيكون اه هيكون فيه هبوط على سهم اللوجين. ان شاء الله لو صعد هنشوف صعود للتمانية وستين تلاتين. يعني هو اعتقد انه هو هيصعد من منطقة دي لانها منطقة كويسة وزي ما قلنا احنا في اتجاه صعد اهي. تمام. ادي المنطقة بتاعتنا. منطقة ممتازة جدا. فانا شايف بازن الله انه هو ممكن يرتد منها بقوة. طبعا يعني الى حد ما لسه يوم اغلاق يوم الخميس مش 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 افضل حاجة. هو ظهر فيه مشتري بس مش افضل حاجة. فانا هنتظر تأكيد. هنتظر تأكيد على سهم اللوجين من هنا. اه لو ادينا تأكيد وما اغلاقش اسفل اتنين وستين تلاتين وتحت القناة السعرية الصعدة دي. انا ممكن افكر فيه في الشراء لحد التمانية وستين تلاتين للسبعين سبعتاشر. ولو اغلاق عليها ان شاء الله ممكن نشوف اهداف ابعد بكتير على سهم اللوجين. ننتقل للسهم التالي معانا سهم المراعي. ادي السهم المراعي. سهم المراعي طبعا برضو يعني اهوط معانا هبوط قوي. هو دلوقت قرب جدا من منطقة طلب. منطقة طلب قوية. اهي. عند مستوى الواحد وخمسين خمسين. لحد الاتنين وخمسين ستة وتلاتين. دي منطقة الطلب بتاعتنا على سهم المراعي. انا متوقع ان السهم ينزل للمنطقة دي. ومنها هيبتدي الصعود مرة تانية. زي ما حصل هنا كده كان هابط بقوة. وبعدين بدأ يرتد منها. عمل لي كمه هنا. اهو. ادي الكمه اللي عملها. عند الاربعة وخمسين خمسين. تمام? لو اخترك الكمه دي يبقى ساعتها هيكمل صعود بقوة. ممكن يصل معانا للخمسة وخمسين تلاتين. وبعدين الستة وخمسين ستين. بس اهم حاجة يحافظ على الاغلاقات بتاعته اعلى المنطقة دي. لو كسر المنطقة دي يبقى ساعتها هينزل معانا للمنطقة اللي بعدها هتكون او الدعم اللي بعده هيكون عند الخمسين دي بالزبط. دي نقطة الدعم اللي بعد المنطقة دي اللي بعد الواحد وخمسين خمسين. فانا متوقع لو ادي انا اشارة من هنا. طبعا الافضل بالنسبة لي انه هو يعني يعني ينزل لحد الخمسين لان الخمسين دي او نقطة الدعم دي المسؤولة عن القمة اللي عملها عند مستوى الخمسة وستين تقريبا. اهو عند مستوى الاربعة وستين تسعين بالزبط. شايفين من هنا صعود صاروخي. اهو. تمام? فبالنسبة لي طبعا دي هتكون الافضل. بس انا عامل عشان الناس اللي معاها اساة. لو اه يعني لو ادينا اشارة من هنا ممكن يطلع من هنا على طول ان شاء الله. لو لا قدر الله ما فيش اشارة. وكسر يبقى يطلع من المنطقة دي اللي هي ما بين الخمسين ريال للخمسين ريال وخمسين. هلا لا. دي المنطقة اللي هيبتدي يطلع منها السهم ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم المراعي. ننتقل للسهم التالي معانا سهم استي سي. ادي سهم استي سي. استي سي للأسف كسر منطقة الطلب بتاعتنا اللي ما بين المية وسبعتاشر للمية وتسعتاشر ستين. اه بس اتوقع ان ده كسر كاذب. يعني لحد دلوقتي الكسر مش افضل حاجة. شوف المؤشرات. يعني اتوقع يعني فيه تشبع اه التشبع بيعي. وبدأ يصعد اهو. يعني اليوم الخميس شمعة يوم الخميس شمعة عكاسية. شمعة عكاسية قوية والمشتري مسيطر فيها على جزء كبير جدا على تسعة وتسعين في المية تقريبا من الشمعة. تمام? ولكن انا بالنسبة لي الافضل طبعا ان انا اشوف اغلاق اعلى اه اعلى المنطقة الطلب اللي عندي دي. اهي كان عندنا اللي هي مية وسبعتاشر عشرين مية وتسعتاشر ستين. اشوف اغلاق اعلى المنطقة دي. ساعتها يرجع تاني للصعود. لكن لو اغلق او استمر الاغلاق راحت المية وسبعتاشر عشرين. اتوقع ان هو ممكن ينزل للمية وتلاتاشر تمانين ومن المية وتلاتاشر تمانين يرجع تاني لحد المية تمانية وتلاتين ستين. بازن الله مرورا طبعا بمناطق العرض اللي موجودة امام من دي اللي هي عند المية وتسعتاشر آآ ستين للمية واحد وعشرين اربعين وبعدا مية ستة وعشرين مية تسعة وعشرين. واخيرا مية ستة وتلاتين ستين للمية تمانية وتلاتين ستين. ده بالنسبة لسهم استي سي. بننتقل للسهم التالي سهم الراكحي. سهم الراكحي معنا طبعا صعد بقوة. آآ عمل قمة عند المستوى المية اتنين واربعين تمانين. وبعدين نزل شوية بدأ يرتكز اهو على نقطة الدعم اللي كانت نقطة مقاومة عند المية ستة وتلاتين تمانين. بدأ يرتد منها مرة تانية. انا شايف انه هو ممكن لو فضل بحافظ على الاغلاقات بتاعته على مية ستة وتلاتين تمانين. ممكن نشوف المية اربعة واربعين واحد وستين وبعدها المية اربعة وخمسين تلاتة وتلاتين. طيب لو تم كسر المية ستة وتلاتين تمانين هيحصل ايه? لو تم كسر المية ستة وتلاتين تمانين اتوقع انه هو هينزل بالشكل ده يرتكز على الترند الصعد وبعدين يرجع يصعد مرة تانية ان شاء الله سهم الرمحي. ادي الاهوب اتوقع ان هو ينزل كده المية يعني هيكون تقريبا عند المية تسعة وعشرين ستين ومنها يبتدي يصعد ده بحال كسر المية ستة وتلاتين لو ما كسرش المية ستة وتلاتين تمانين يبقى يصعد على طول ان شاء الله للمية اربعة واربعين وبعدين المية اربعة وخمسين تلاتة وتلاتين ننتقل للسهم التالي سهم العقارية ادي سهم العقارية العقارية بدأت تسعد معنا شوية اتنين وعشرين اربعة وتلاتين ده كان الاغلاق بتاح يوم الخميسة الماضي اه اتوقع يعني في نقطة مقاومة عند التلاتة وعشرين تمانية وتلاتين دي نقطة مقاومة على السهم من نقطة مقاومة قوية ولو اخترقها هيكون اخترق معنا نموذج القناة السعرية الهبطة اهو لو اخترق معنا التلاتة وعشرين تمانية وتلاتين هيكون اخترق معنا النموذج ده وساعتها هنقدر نقول ان سهم العقارية هيصعد بكوة ان شاء الله لحد مستويات عندنا اول مستوى ممكن يوصلوا الخمسة وعشرين ريال وبعدين الستة وعشرين خمسين واخيرا ممكن نصل معا لحد مستوى التمانية وعشرين تلاتين ده في حالة اختراق التلاتة وعشرين تمانية وتلاتين ان شاء الله والاغلاق اعليها ساعتها انا وصل للاهداف دي بقوة احنا بنتكلم في اهداف قد تصل معانا لحوالي عشرين في المائة او واحد وعشرين في المائة ده بالنسبة لسهم العقارية ننتقل لسهم المتحدة المتحدة للتأمين ادي المتحدة للتأمين معانا المتحدة للتأمين اشارنا لها يوم الاربع الماضي ان هي هتبقى صعدة وبالفعل صعدت معانا يوم الاربع يوم الخميس عفوا وصعدت معانا حوالي نصف في المائة ومتوقع لها استمرار الصعود لاغلاق الاسبوع بتاعنا كويس جدا وممتاز شايف ان شاء الله ان المتحدة للتأمين هتوصل معانا للستة وتلاتين سبعة وتلاتين زي ما ذكرنا سابقا ده ان شاء الله يعني ممكن في خلال الاسبوع القادم يعني احنا بنتكلم في اثنين ريال او اقل من اثنين ريال كمان متوقع انها هتوصل للستة وتلاتين سبعة وتلاتين خلال الاسبوع القادم ان شاء الله نبنتكلم لو صعدت خمسة ونص في المائة خلاص جابت الهدف بتاعنا والتارجت الاخير بتاعنا اللي احنا منتظرينه بقالنا فترة لما كنا شاريين من التلاتين اه ريال تقريبا والحد دلوقتي يعني هو بحق معانا نسبة كويسة جدا ولكن انا مستهدف في الستة وتلاتين ريال سبعة وتلاتين هللة بالزبط ان شاء الله ومن عندها ابتدي اصرف جزء او اصرف الكمية بتاعتي على سهم المتحدة للتأمين فان شاء الله يوصل للهدف ويعني هو بالتحليل واحنا في اتجاه صعدت احنا اهو في نموذج البوك اللي قلنا عليه قبل كده وهو عند الحد السفلي وكمان عنده نقطة دعم تلاتة وتلاتين اربعة وتمانين كل ما بينزل عندها بيبتدي يرتد اهو بيبتدي يرتد شايفين كم مرة بيجمع هنا فانشوف ليه ارتدادة قوية باذن الله او صعود قوي يوصل للستة وتلاتين سبعة وتلاتين باذن الله ده بالنسبة للمتحدة للتأمين ننتقل لسهم التالي سهم زين ادي سهم زين السعودية زين طبعا هبط معنا يوم الاربع ويوم الثلاث او من بداية الاسبوع كان هبط ورجع للصعود يوم الخميس فانا شايف ان سهم زين مازال كويس الاغلاق الاسبوعي بتاعه الى حد ما مش مش سلبي يعني هو سلبي بس بضعف شوية وبفوليوم قليل فانا شايف انه هو مازال لسه ليه صعود هيستهدف الحد العلوي للقناة السعرية الهبطة ولو اخترك القناة السعرية الهبطة اللي قدامنا دي واغلق عليها اتوقع ان شاء الله صعود قوي جدا لسهم زين هيوصل للخمستاشر اتنين واربعين مرورا بالاربعتاشر اربعة وستين والاربعتاشر اربعة وتسعين باذن الله ده بالنسبة لسهم زين بننتقل للسهم آآ عذيب للاتصالات ادي سهم آآ عذيب للاتصالات طبعا للأسف كانوا اعلنوا انه هما آآ احتمال يكون فيه تخفيض لرأس المال على سهم عذيب للاتصالات وعلى الاساس ده نزل يوم الاربع حوالي تسعة في المية اهو ويوم الخميس استكمل الهبوط بتاعه فتح طبعا على فجوة وسادة وبعدين هابط تاني فانا شايف ان دي سهم آآ آآ عذيب لو فضل آآ تحت التمانية وعشرين تسعين او فضل آآ الاغلاج بتاعه تحت التمانية وعشرين تسعين ممكن يكمل هبوط يعني احنا بنتكلم الهبوط نشوف الهبوط بتاعنا ممكن يصل لحد فين ممكن يصل للمية المستوى المية سبعة وعشرين عشرين في بوناتشي يعني لو عند مستوى بالزبط او سعر السبعة وعشرين ريال خمسة وعشرين هلالة ده اول مستوى ممكن يوصل له ولو كسره هيوصل للمية واحد وستين في بوناتش اللي هي عند مستوى الخمسة وعشرين بيالو خمستاشر هلالة ولو لا قدر الله برضو كسر الخمسة وعشرين يبقى هينزل بعد كده المنطقة الطلب اللي هي ما بين العشرين واحد وتسعين للاتنين وعشرين. دي منطقة الطلب. واخيرا طبعا مستوى المتين واحد وستاتين لو قد تسعتاشر ريال وسبعة دلاتة. فاتمنى طبعا ان ده ما احصلش يعني ان اتمنى ان هو يبتدي يرتد على طول من السبعة وعشرين خمسة وعشرين ويبتدي في الصعود. آآ ويعني على حسب برضو الاخبار ساعتها تبقى عاملة ازاي? فانا ما انصحش حد ان هو يشتري في السهم دلوقتي. يعني نشوف مع بداية الافتتاح هيكون عاملة ازاي? التدولات بتاعته هتبقى عاملة ازاي? لازم يعني لو هحتفظ بالسهم يعني كان المفروض على يوم الخميس يطلع يقفل داخل المنطقة دي مرة تانية. لكن للأسف نزل. فانا للأسف شايف او وجهة نظري آآ في السهم شايف ان هي سلبية. وطبعا وجهة نظر دي قبلة للصواب وقبلة للخطأ. فعشان برضو انا بقول رأيي ويحضرتك يعني ليك حرية الاختيار سواء انك تبيع الاسهم بتاعتك او تحتفظ بيها. انا مش بقول لحد بيع او اشتري. ده قرارك الشخصي زي ما قولنا قبل كده. فانا شايف ان السهم آآ سلبي للأسف خاصة بعد الكسر اللي حصل ده ممكن برضو نضيف المؤشر. يعني هو هنا فيه تشبع بيعي شوية. بس خلينا نشوف يعني خلينا نشوف ايه لا يحصل. نحط مؤشر برضو الماك دي او الاستوكاستيك. الاستوكاستيك لسه التشبع بتاعه ما اكتملش. ممكن لسه ينزل شوية. يعني زي ما انا متوقع ان هو ممكن ينزل شوية لحد المستوى السبعة وعشرين. في بناتش اللي احنا قلنا عليه. اهو نرسمه تاني. اللي هو يكون عند المية سبعة وعشرين بالزبط. اهو عند السبعة وعشرين اتنين واربعين خمسة وعشرين اتنين واربعين. ده المنطقة اللي ممكن يبتدي يصعد منها. اهو. خلينا نحددها كده. من الخمسة وعشرين اتنين واربعين للسبعة وعشرين اتنين واربعين. اهو نمسح في بناتش تاني. دي المنطقة اللي ممكن يبتدي يصعد منها سهم عذيب للاتصالات ان شاء الله. ده طبعا في حالة زهور برايس اكشن. لو ما زهرش برايس اكشن يبقى السهم مكمل هوبولد. ننتقل للسهم التاني معنا سهم مجموعة سافولة. سهم مجموعة سافولة قصر السبعة وثلاثين آآ السبعة وثلاثين آآ ريال واغلق اسفلها. ولكن برضو للأسف يعني الكسر كان يوم الخميس. آآ متوقع ان سهم مجموعة سافولة مازال ايجابي. يعني حتى الكسر ده يعني هو حصل اه. اللي ايه برضو لو ضيفنا المؤشر ان لايه في قريب من التشبع. لو نزل اقصى حاجة فهو ينزل لمنطقة الطلب اللي هو كونها اخر مرة لو تفتكروا برضو لما هبط. اهو ما بين الستة وتلاتين وخمس هلالات للستة وتلاتين ستين. اهي منطقة الطلب دي. هو واقف عندها بالزبط. فانا شايف ان هو هيرجع ارتد تاني من هنا وهيصعد تاني. السهم كويس. والسهم اللي لسه ليه اهداف قوية. قد تصل معانا للتلاتة واربعين خمستاشر. فانا شايف ان السهم المجموعة سافولة. انا لو معايا السهم فانا احتفظ به. ده برضو رأيي الشخص وزي ما قلت. قرار البيع والشراء ده قرارك انت. فانا شايف ان السهم مجموعة سافولة. هيرجع تاني للصعود. هيطلع لحد السبعة وتلاتين تمانين. عندنا هنا منطقة عرض مكونها. من السبعة وتلاتين تمانين. لحد التمانية وتلاتين خمسة وتلاتين. من المنطقة دي اتوقع ان هو يبتدي في الصعود اه لو اخترك التمانية وتلاتين خمسة وتلاتين. يصعد ان شاء الله لمنطقة العرض الاولانية دي تسعة وتلاتين خمسة واربعين للاربعين خمسة وعشرين. وبعدها الاتنين واربعين خمسين للتلاتة واربعين خمستاشر. ده بالنسبة لسهم مجموعة سابولار ننتقل للسهم التالي معنا سهم جزيرة تكافل جزيرة تكافل مازال عند منطقة الطلب قاعد متذبذب جدا عند المنطقة دي فانا شايف ان السهم لو فضل داخل المنطقة دي او اعلى منطقة دي ما بين السبعة وعشرين وعشرين تمانية وعشرين اتناشر اتوقع لصعود قوي ان شاء الله طالما بيتداول اعلى المنطقة دي لكن لو قصر السبعة وعشرين عشرين ساعتها هينزل الخمسة وعشرين ستين خمسة وعشرين خمسة وتسعين ننتقل للسهم التالي معنا سهم جبل عمر ادي سهم جبل عمر جبل عمر طبعا صعد معنا صعد معنا بقوة يوم الخميس اغلق معنا عند الواحد وتلاتين خمسة وخمسين اغلق ممتاز كان ارتد معنا من منطقة طلب على اليومي الاسبوع او الفترة او اللي فاتت من منطقة الطلب دي من التمانية وعشرين خمسة واربعين لحد التسعة وعشرين او بالزبط اهو من التمانية وعشرين واحد وتلاتين تمانية وعشرين خمسة وتلاتين بالزبط للتسعة وعشرين دي منطقة الطلب بتاعتنا شايفين نزل بدأ يرتد منها ادينا اشارة ناكاسية هنا هو شامعة بتلعية بدأ يصعد معانا عندنا كولنا كمة هنا هو وبدأ ينزل منها عند الواحد وتلاتين خمسة وسبعين فاتوقع ان لو اخترك الواحد وتلاتين خمسة وسبعين لان دي اخر كمة عملها وبعدين بدأ ينزل منها لو اخترك الواحد وتلاتين خمسة وسبعين واغلق عليها اتوقع ان هو ممكن يصل معانا لحد التلاتة وتلاتين سبعين ان شاء الله وبعد الثلاثة وتلاتين سبعين ممكن يستكمل معانا الصعود لحد منطقة العرض اللي ما بين الخمسة وتلاتين ستة وخمسين للستة وتلاتين عشرة بإذن الله ده بالنسبة لسهم جبل عمر ننتقل لسهم مهارة سهم مهارة طبعا عمل اغلاق جميل جدا 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 الاسبوع الماضي والحمد الله كنت موص عليه من التمانين تسعين صعد معانا السهم لحد الستة وتمانين ريال يعني صعد معانا من يعني في الاسبوع الماضي حوالي ستة ونص في المية الحمد لله السهم كسبان معانا دلوقتي ستة ونص في المية فانا متوقع ان هو السهم كويس ممكن يستمر معانا في الصعود لو اخترك السبعة وتمانين بس ناخد بالنا ان احنا دلوقتي عند منطقة عرض قوية من الخمسة وتمانين للسبعة وتمانين شايفين هنا اول لما وصل ليه كان صاعد بقوية اول لما وصل بدأ يرتد ونزل معانا لحد مستوى الاتنين وسبعين ووصل كمان له بتاعه عند السبعين ريال فاناخد بالنا لان ده مستوى قوي جدا جدا او منطقة عرض قوية جدا مش هنبتدي نزود بتاعنا على سهم مهارة غير باختراك مستوى السبعة وتمانين ده بالنسبة لسهم مهارة. ننتقل للسهم التالي معانا نفسهم الجوف الزراعية. ادي سهم الجوف. سهم الجوف الزراعية برضو يعني احنا اتكلمنا عليه قلنا ان هو كسر منطقة طلب ما بين السبعين سبعين للتمانية وسبعين اه ما بين السبعين سبعين للاتنين وسبعين تمانين. اه دي منطقة الطلب بتاعتنا هو كسرها وتحولت لمنطقة عرض طلع عمل اختبار وبعدين بدأ ينزل تاني. فانا شايف ان هو يعني السهم ممكن اه عنده نقطة دعم هنا هو عند الستة وستين خمسة وتسعين. كانت هنا اهو. اه هو بدأ يرتدي من نهاية يوم الخميس الماضي. هنشوف لو فضل محافظة على الاغلاقات بتاعته على الستة وستين خمسة وتسعين ممكن يصعد مرة تانية. لو ما 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 كسر الستة وستين خمسة وتسعين يبقى هينزل طبعا لازم اغلاق اسفلها هينزل للاتنين وستين تسعين ومنها ممكن يرجع تاني للصعود ان شاء الله. ده بالنسبة للجوف ازرعي. ننتقل للسهم التالي سهم الفخرية. ايدي سهم الفخرية. الفخرية برضو يعني السهم احنا اتكلمنا قبل كده على منطقة الطلب اللي ما بين التمانية وتمانين تسعين للاربعة وتسعين تسعين او تمانية وتمانين تمانين للاربعة وتسعين تسعين دي منطقة الطلب بتاعتنا هي. قلنا ان السهم انا حصل اه كسر كاذب للمنطقة وبدأ فعلا يصعد تاني. يوم الخميس عمل كسر برضو للمنطقة او اغلاق اه اه اعلى التمانية وتمانين تمانين. فانا بالنسبة لي طالما السهم ما كسرش المنطقة دي ومتماسك اعلاها. فالسهم صعد. السهم صعد طالما احنا اعلى المنطقة دي. فان شاء الله سهم الفخرية لو فضل اعلى التمانية وتمانين تمانين وما تمش كسرها. انا شايف ان السهم هيصعد للمية واثنين ستين للمية وستة تمانين. وفي حالة اختراق المية وستة تمانين هيكون اختارك معانا الترند الهابط بتاعنا واغلق اعلى. ساعتها نوصل للمية وتسعة عشر وبعدين المية اتنين وتلاتين. ده بالنسبة للفخرية. اخر سهم معانا سهم او اخر سهمين معانا عندنا المجموعة السعودية وبعد دي اه الخدمات الارضية. المجموعة السعودية نزل معانا يوم الخميس الماضي نزوله قوي جدا تمانية وربع في المية تقريبا. النزول بتاعه جامد جدا جدا جدا. يعني نزل ارتكز معانا على ترند صاعد جميل. فاحنا نستنى من هنا اشارة كويسة للدخول على السهم. فاكرين هنا لما نزل وقلنا نستنى اشارة على السهم اهو نزل ارتكز على الترند وبدأ يصعد بكوة. فهنا برضو هننتظر اشارة كويسة على من الترند الصاعد ده وكمان متوافق معانا مع منطقة طلب ما بين السبعة وتلاتين خمسة وتمانين للتسعة وتلاتين. منطقة الطلب اهو واقف عندها بالزبط. فنستنى اشارة من هنا لو ادى اشارة من هنا تكون فرصة كويسة جدا على سهم المجموعة السعودية نستهدف في الواحد واربعين خمسين للاتنين واربعين خمسة وعشرين بازن الله. ده بالنسبة للمجموعة السعودية. اخر سهم معانا سهم الخدمات الارضية. الخدمات الارضية هبط معانا بكوة طبعا كان عندنا هنا منطقة آآ آآ عرض عند التمانية وتلاتين خمسين للتسعة وتلاتين عشرين بدأ ينزل منها زي ما حضرتكم شايفين اهو يوم الاربع ويوم الخميس هبوط قوي جدا. المفروض احنا دلوقتي بندور على اقرب منطقة آآ طلب. نبتدي نشتري منها الساعة. نبص على فريم الساعة كده. فين? اقرب منطقة الطلب ممكن نشتري منها الساعة. عندنا دي المنطقة اهو اللي بدأ يجمع عندها ويصعد. اهي السبعة وتلاتين حتى لو رجعنا الورا شوية شايفين في احترام للمستوى ده. من السبعة وتلاتين يعني لل ممكن نقول للسبعة وتلاتين خمسين. دي اول منطقة اهو ممكن السهم يبتدي ارتد منها. فهنشوف كانت منطقة عرض سابقا اهو حتى لما دخلنا على الفريم اليومي كانت منطقة عرض. فنشوف السهم هيعمل ايه مع المنطقة دي? السبعة وتلاتين السبعة وتلاتين خمسين. لو ادينا اشارة كويسة منها يرجع تاني للصعود. لو مفيش اشارة وتم كسر السبعة وتلاتين والاغلاق اسفلها ساعتها متوقع ان هو يحصل هبوط قوي على سهم الخدمات الارضية. ممكن ينزل معنا ارتكز على الترند الصاعد ده. اللي هو هيكون متوفق معنا برضو مع منطقة آآ طلب. يعني احنا عندنا هنا منطقة طلب الاولانية هي ما بين التلاتة وتلاتين آآ عشرة للتلاتة وتلاتين ستين ومنطقة الطلب التانية يعني ما بين التلاتة وتلاتين تسعين لحد التلائر خمسة وتلاتين خمسة وعشرين منطقة كبيرة شوية او ممكن يعني احنا نصغرها. خلاها هنا كده دي اخر حاجة من الخمسة وتلاتين خمسة وعشرين ستة وتلاتين. دي اقرب منطقة بعد المنطقة الاولانية دي اللي عند السبعة وتلاتين السبعة وتلاتين خمسين. ينزل المنطقة التانية لو ما ادناش اشارة من هنا واغلق تحت سبعة وتلاتين يبقى ينزل الخمسة وتلاتين خمسة وعشرين للستة وتلاتين ريال ومنها يبتدي تاني الصعود لانه متوفق معنا هنا مع الارتكاز على الترند قصة. بكده اكون انتهيت من التحليل الاسبوعي للسوق السعودي. اتمنى اكون افدتكم. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو لو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبولي كومنت اسفل الفيديو باسم السهم او رقم السهم او تقدروا تتواصلوا معي على تويتر ده البروفايل بتاع تويتر بتاع اهو تقدر تتواصل معي على التويتر وبرضو على تقدر تعمل تقدر تعمل سكان للكود ده تعمل سكان للكود ده على وسنابشات وهيطلع لك البروفايل بتاعي لو وجهت مشكلة مع الكود ده تعمل له سكان تقدر تعمل سيرش برضو علي بنفس اليوزرنيم ده اللي هو احمد ار متين عشرين هيزهر لك البروفايل بتاعي على سنابشات على طول. شكرا لكم والسلام عليكم